لم تكن بداية مقلب النفايات الذي يتوسط مدينة التربة بهذا الشكل فقد كان يستخدم كمنفذ صغير لجمع النفايات قبل نقلها إلى مفرق شرعب بتاعز لكن إغلاق المفرق وتدفق الكثير من النازحين إلى مدينة التربة صنع منه تجمعا كبيرا تنقل إليه كل مخلفات المدينة طبعا السلطة المحلية تبحث عن مقلب لأنه أكثر من عدة سنوات نبحث عن مقلب لكن لا نقلق مقلب المقالب الموجودة داخل التربة التي نبحث عنها تواقهنا صعوبات من المواطنين بمنع هذه الأماكن في داخل مدينة الشمائة وبات هذا المكب يشكل أكبر مشكلة تؤرق المواطن خصوصا بعد تحوله إلى مكان تتجمع فيه أبقار الأهالي والكلاب الضالة والطيور ليصبح مصدر خطر يهدد حياة السكان لفعل الدخان المتصاعد بسبب إحراق مخلفات اللحوم والأسماك والنفايات المنزلية بالإضافة إلى ذلك يمثل هذا التجمع الكبير للنفايات عائقا أمام التنمية وتوسع النشاط العمراني لمدينة التربة التي شكلت بعد تحريرها عام 2015 مكانا آمنا للآلاف من الأسن النازحة من مدينة تاعز ومحافظات أخرى ويبقى السؤال عند الأهالي ما الذي يؤخر السلطات عن الاستجابة لمناشداتهم بنقل المقلب إلى مكان آخر يزيح عنهم هذه الكارثة الصحية ترجمة نانسي قنقر